السلام عليكم الدرس ده مهم ومهم جدا جدا انا من بداية الدورة وانا بحاول ان انا اركز على ان انت تفهم الفرق ما بين العنصر البلوك والعنصر الانلайн دي واحدة من اكتر الحاجات اللي انا حاولت ان انا اركز عليها النهاردة الموضوع ده هيتجلى وهنفهم الفكرة كلها لان النهاردة ان شاء الله هنشرح خاصية الديسبل يا بلوك و الديسبل يا انلاين و كمان هندرس الديسبل يا انلاين بلوك فباختصار شديد النهاردة مش بس هنعرف ايه هو العنصر البلوك والإنلاين في الـ HTML احنا كمان هنقدر ان احنا نحول ما بينهم يعني لو انت عندك عنصر بلوك هتقدر ان انت تخليه عنصر إنلاين والعكس تمام؟ طيب دلوقتي انا مثلا عندي هنا عنصر تعال كده نتكلم بالراحة وبيه هدوء شديد انا عندي هنا عنصر والعنصر ده طبعا احنا عارفين ان الـ P هو عنصر بلوك ولكن افترض ان انا معرفش انا دلوقتي عندي عنصر ومش عارف العنصر ده بلوك ولا إنلاين ازاي اعرف؟ علشان تعرف عندك تلات حاجات تعال كده عندك تلات حاجات هتقدر ان انت تفرق ما بين العنصر البلوك والعنصر الإنلاين من خلالهم اول حاجة هي الـ default width او العرض الافتراضي اللي بياخدوا العنصر بتاعك تاني حاجة هل العنصر ده بيعمل new line ولا لا تالت حاجة هل العنصر ده تقدر ان انت تدي له width height ولا لا طيب تعال دلوقتي نشوف الكلام ده مع بعض العنصر الـ default width بتاعه بيكون عندك 100% off parent width يعني بياخد عندك 100% من عرض الـ up بتاعه ومتقوليش ان هو بياخد عندك 100% من عرض الـ browser لا هو بياخد عندك 100% من عرض الـ up بتاعه وهنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض اما العنصر الـ inline فهو العرض بتاعه بيكون fit content يعني ايه الكلام ده تعال دلوقتي لما نشوف الكلام ده مع بعض هنعمل دلوقتي عندنا عنصر block وهنعمل عنصر inline ونشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض هنعمل عندنا عنصر block وهو الـ p وهنكتب دلوقتي جواه هنا اي كلمة ايا يكن انا دلوقتي هافترض ان انا معرفش العنصر ده هو block ولا inline هنكرره بس عندنا كده ثلاث مرات وهنعمل عندنا عنصر inline وليكن الـ span اعمل انت span او ايه او اللي انت عاوزوه هنعمل عندنا span وهنكتب فيه نفس الكلمة بالزبط وهنعمل عندنا الثلاث جمل منهم طيب تعال دلوقتي نطبق عندنا نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية اول حاجة انا علشان اشوف بس العنصر بتاعي الكامل هبدأ ان انا ادي back ground للـ span ولـ p الاثنين هدي لهم back ground بنفس اللون وتعالى دلوقتي نختبر عندنا default width انا قلتلك ان العنصر block بياخد عندك 100% من عرض الـ up بتاعه طيب من عندك هنا اللي خاد عندك 100% من عرض الـ up طبعا عرض الـ up ايا يكون عرض الـ up ده سواء عرض الـ up كان عندك كبير هو ياخد عندك 100% كان عندك صغير هياخد عندك 100% فهو كده كده بياخد عندك 100% من عرض الـ up فاللي خاد عندك 100% هو العنصر ده وده وده اللي هو ايه اللي هو البراجراف الاول والتاني والتالت ازا البراجراف خاد عندك 100% من عرض الـ up طيب والـ span؟ الـ span كان عندك fit content يعني على قد المحتوى اللي جوه يعني لو المحتوى اللي جوه عندك كبير فالعرض بتاعك هيكبر بالشكل اللي قدامك ده العرض بتاعك بيكبر لو المحتوى اللي جوه كبير طيب لو المحتوى اللي جوه عندك كان صغير فالعرض بتاعك هيكون صغير العرض بيكون على حسب المحتوى اللي جوه طيب الكلام ده بينطبق على كل العناصر الانلاين فباختصار شديد العناصر البلوك ايا كانت بتاخد عندك 100% من عرض الاب بتاعها اما العناصر الان لاين فهي بتكون عندك العرض الافتراضي بتاعها بيكون عندك fit content طيب تعالى دلوقتي ندخل عندنا في تاني حاجة دلوقتي هل العنصر ده بيعمل new line ولا لا فباختصار شديد العنصر البلوك بيعمل عندك new line وهشرح لك الموضوع ده دلوقتي اما العنصر الان لاين فهو ما بيعملش عندك new line طيب يعني ايه new line دلوقتي العنصر خد عندك السطر كامل لوحده وبعد كده وبعد كده بقيت العناصر اللي بعده نزلت عندك في new line في سطر جديد معنى الكلام ده ان العنصر بتاعك ده عمل عندك حاجة اسمها break line نزل كل العناصر اللي بعده على سطر جديد هتقول لي لا هو نزل عندك كل العناصر اللي بعده على سطر جديد لانه خد عندك 100% من عرض الاب يعني باختصار شديد هو دلوقتي خد عندك 100% فبما ان هو خد عندك عرض 100% فبالتالي ومنطقيا كل العناصر اللي بعده هتجي عندك على سطر جديد هقول لك لا مش عشان كده بدليل ان انا لو جيت لك هنا على P وديت له عرض اقل من المية في المية وليكن مثلا 20% فهو هنا هيكون عندك العرض بتاعه 20% ومع ذلك عمل عندك يعني مع ذلك كل العناصر اللي بعد P نزلت عندك في سطر جديد يبقى دلوقتي باختصار شديد العنصر بيعمل عندك بينزل العناصر اللي بعده على سطر جديد وطبعا مش محتاج اقول لك ان العناصر الانلاين ما بتعملش كده فالعناصر الانلاين كلها بتكون على سطر واحد بالشكل ده او بتكون عندك انلاين من اسمها طيب تعال دلوقتي ندخل عندنا في ثالث حاجة وهي هل انت تقدر ان انت تدي عندك ويتس وطول لعنصر البلوك ولا لا فببساطة العنصر البلوك بيريسبيكت يعني بيحترم الطول والعرض تقدر ان انت تدي له عندك طول وعرض عادي جدا اما العنصر الانلاين فهو باختصار شديد بيكون انه ريسبيكت ما بيحترمش الطول والعرض طيب تعال دلوقتي نشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي انا قلت لك ان العنصر البلوك بيريسبيكت الطول والعرض تقدر ان انت تدي له عندك عرض وتقدر ان انت تدي له عندك طول تمام تعال كده لما نجيب دي عندينه هنا طيب تعال نجرب الموضوع ده انا عندي هنا عنصر بلوك اقدر دلوقتي ان انا ادي له العرض اللي انا عاوزه وليكن 200 بيكسل عادي جدا تقدر ان انت تدي له عندك عرض 200 مية اللي انت عاوزه كمان برضو تقدر ان انت تدي له عندك طول ممكن اقولك الطول هيكون 100 بيكسل تمام 100 بيكسل بقى 200 بيكسل اللي انت عاوزه فهتدي له طول هتدي له عرض هيشتغل معاك بدون اي مشاكل ولكن لو انت اديت عندك الطول والعرض لعنصر ان لاين فهو مش هيشتغل فدلوقتي انا لو جيت لك هنا وقلت لك ان الطول والعرض دول انا هديهم للسبان فباختصار شديد هو مش هيشتغل لان ببساطة السبان العنصر الانلاين مش بيريسبكت الطول والعرض يعني انت متقدرش ان انت تديله عندك طول والعرض فلو قلتلك ان الطول مثلا هيكون ربعمية برضو مش هيشتغل الويتس مثلا هيكون عندك اي حاجة في العالم 2300 ربعمية مش هيشتغل فالسبان ببساطة مش بتريسبكت الطول ولا العرض كمان في عندك خاصية تانية وهي المرجين فدلوقتي انا مثلا عندي هنا البي البي دلوقتي قدر ان انا اديله عندك هنا مرجين براحتك وليكن مثلا مرجين عشرين بيكسل فهيشتغل عندك بدون اي مشاكل لو انا اجيت لك هنا كليك يمين على ان اسبيكت وفتحت لك دلوقتي الصفحة بتاعتك وينزلنا عندنا هنا على دلوقتي كده لما نكبر وينزلنا عندنا هنا على المرجين هتلاقي دلوقتي انه اخد عندك مرجين عشرين بيكسل من كل الاتجاهات تمام من كل الاتجاهات طيب العنصر الانلاين بياخد عندك مارجن ولكن مش من كل الاتجاهات طيب يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي لو اديت المارجن ده للسبان فباختصار شديد هو هيريسبكت المارجن في اتجاهات معينة اللي هي الليفت والرايد تعال دلوقتي لما نشوف الكلام ده مع بعض لو انا دلوقتي وقفت لك هنا على السبان ووقفت هنا على المارجن هتلاقي دلوقتي ان المارجن عندك فين في الشمال واليمين فقط تمام في الشمال واليمين فقط مش من فوق ولا من تحت ولو كبرت عندك مئة سنة بص من اليمين ومن الشمال فقط لغير تمام وده ببساطة لان ده عنصر طيب تعال دلوقتي بقى لما ندخل في اهم حاجة في الدرس بتاعنا دلوقتي انا عندي هنا تعالى كده لما نميزهم انا دلوقتي عندي هنا البراجراف هدي له هنا باك جراوند بلون مختلف تمام علشان بس نقدر ان احنا نميزه ولسبان هدي لها لون مختلف اللي هو اللون الاحمر علشان تقدر بس ان انت تفرق ما بين البي وما بين السبان طيب انا دلوقتي عارف ان البي هو عنصر بلوك ولسبان هو عنصر ان لاين هل دلوقتي انا اقدر ان انا احول ما بينهم يعني هل دلوقتي انا اقدر انا اخلي ال p هو عنصر inline والليسباني يكون عنصر block هقولك ايوة تقدر ان انت تعمل كده من خلال خاصية ال display لو انت كتبت عندك block فالعنصر ده هيكون عندك block وطبعا ال p هو عنصر block اصلا بشكل افتراضي فدلوقتي انا عاوز ان انا احوله لعنصر inline فهكتب لك هنا inline فباختصار شديد ال p اصبح عندك عنصر inline فبالتالي ما تقدرش ان انت تدلو عندك ولا لو قلت لك دلوقات الويتس متين بيكسل مش هيشتغل لو قلت لك دلوقات هيكون اي حاجة في الدنيا واللي يكون ربعمائة بيكسل فبرضو مش هيشتغل لان ببساطة البي اصبح عندك دلوقتي هو عنصر وبما ان هو كمان فاصبح عندك دلوقتي على نفس السطر طيب دلوقتي انا عاوز ان انا اخلي يكون عنصر فهتكتب عندك هنا ديسبلي بلوك بالشكل ده فدلوقتي هو اصبح عندك عنصر تقدر ان انت تجي عندك هنا وتكتب عندك الطول اللي انت عاوزه وليكن طول ميت بيكسل هيشتغل تقدر ان انت تكتب عندك العرض اللي انت عاوزه وليكن عرض متين بيكسل هيشتغل ما فيش اي مشاكل كمان حتى عندك المرجن تقدر ان انت تكتب عندك مرجن في كل الاتجاهات سواء فوق تحت يمين شمال اللي انت عاوزه طيب انا دلوقتي حلت عندي مشكلة قدرت دلوقتي ان انا اجيب عندي العنصر البلوك على سطر واحد ودي انا ممكن ان احتاجها في حاجات كتير جدا ولكن ظهرت عندي مشكلة ان انا مش قادر ان انا اتحكم في العنصر بتاعي يعني بعيدا دلوقتي على الاسبان انا دلوقتي عندي هنا العنصر البلوك ده قدرت ان انا اجيبه على نفس السطر ودي حاجة انا كتير بكون محتاجها طيب انا كمان برضو بحتاجي ان انا اتحكم في العنصر ده يعني انا مثلا لسبب ما حابب دلوقت ان انا اخلي العرض بتاع العنصر ده يكون مثلا 200 بيكسل طيب بالطريقة دي انا مش هقدر لان لو انت اديت له عندك عرض او طول فهو مش هيشتغل طيب نعمل ايه قالك في الحالة دي انت بتكتب عندك هنا بدل كلمة inline فبتكتب عندك inline block طبعا كلمة inline طيب ال inline block ببساطة بتجيب لك العناصر بتاعتك inline على نفس السطر فهي خلت لك العناصر ال p اللي هي البراجرافات اللي قدامك دي تيجي عندك على نفس السطر ولكن مع مميزات العناصر البلوك يعني تقدر ان انت تدي له عندك طول وعرض ومرجن واللي انت عاوزه فدلوقتي انا لو جيت لك هنا وديت لك مثلا عرض وليكن 200 بيكسل فهيشتغل تعال كده لما نشوف هيشتغل دلوقتي وهما inline هما دلوقتي عناصر inline ولكن تقدر دلوقتي ان انت تدي لهم عندك طول وعرض واللي انت عاوزه تعال دلوقتي لما نجرب عندنا الطول الاول بس هنقلل العرض شوية نخليه 100 تمام والطول هخليه مثلا وليكن 100 بيكسل فهو برضو هيشتغل ممكن برضو ان انت تدي له عندك مرجن من كل الاتجاهات فهو شغل معاك ومية مية والدنيا اتصلحت عندك وتقدر ان انت تشتغل زي ما انت عاوز من خلال ال inline block فال inline block بتجيبهم لك او بتجيب لك العناصر بتاعتك inline على نفس السطر ولكن مع مميزات ال block فهي بتاخد الحلو من هنا على الحلو من هنا ويه بس كده اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم اشتركوا في القناة